موسيقى نضموا واحد المعلومة اللي الناس قسموا يعرفوها وأن الجل المغاربة يسمعوه في قناة خوك الجوك الحاج الحاج غيداك شي اللي كنديروا أنا في الصور أو في الفيديوهات راي الحاج راي هو الـ يعني كنقوله 50% ديل سيرت ديل سيرت شوف 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 احنا خوت الحمدلله أنا وله الحاج حاج دائما شوف الخير الخير ما كيتعطلش كنقولي قالوا الحاج راي خير ودليل على أن اتلقيت أنا وياك والحاج فيه تلقي نفسي فشاون عند رايان هيا جاءت الوقت اللي غادي يترحموا عليه رحيم الله الفاقيد من طيور الجنة هذا هو اللي كان كنقولي شي حاجة ديل الخير ما كيتعطلش ما كيتعطلش الربعة الصباح الخمسة الصباح ما كيتعطلش هو الحاج السريع الغضب فاش مش حويج اللي كيشوفهم راي من بعد خيبين ليا كيقول لك الجوك هذي ما تدويش عليا هذي ما تديراش يعني أنا دائما كنشكر الحاج وكنقول ليه شكرا للك لأن الحاج هو واحد ركيزة ديل قناة خوك الجوك هو اللي مطلع قناة خوك الجوك وأنا كنتبقى دائما في الواجهة أنا كنتعطيني الواجهة والحاج ركي يكمل ذاك ال كل ما هو تقني يعني وأنا مازال كنقول هالدابا كنت تحدى أي يوتيبر أو اليوتيبرز اطلق الموسيقى في القناة ديها أتحداه أنا أتحداه والموسيقى اللي بغى وذك شي اللي بغى يعني هذا يندل إنما يدل على أن الحاج أول حاجة شركة حاج ما كيلعبش وحتى اللي دريتي كونتر مع الحاج وقابل لك القناة ديالك على كي قابل هالك بالشوروط اللي بغى تنتق أخر شي على الشوروط ما كي عطلكش هذا ميساج الشيحويش كان وقعوه من القبل لأن الحاج ما كيضلمتش يواحد الحاج ما كي زعم أنا مشي كان مدحفي غايدين لي أو لا نحن رأى سندوب نحن رأى سندوب نحن رأى سندوب شوف الحاج اللي عمريت دار لي بغى شي حاجة أنا كنقول صاحب القناوات صاحب القناوات إلا بغيتي تخدم رأى هلا جيت عند الحاج رأى غايد يخدم لك القناة وغايد يقابل لك القناة وغايد لك المسائيل ديالك نحن اليوم كنقول لكم دخلوا القناة خوك الجوك باش تشوفوا تزكية ديال أخويا يوسف في الفيديو اللي قبل ودارا مشتروا عدرتوا ليها أنا أعودوا بلقاوة أنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بعدها بشكل كواليس ديال كيفش وقع هادش وكيفش تصوم حاجة روى عارفهم هكا الحاجة بسم الله بسم الله عابد شخوي أولا سلام عليكم وتحية الأخ الصحفي ما هي الأشخاص ساحل ولا وواقع حيث هذا ي الأمان ما الليos لذلك الزهق أنا أت까 أمام المشاهدين تطلب منه انه يواكب هذا الميلف هذا ويتابعوه ويناشد جمعيات ويناشد مسؤولين باش هذا السيده هذا يوقفوه عند حده وسلام عليكم الكبير الحاج ينطلب لسيدة من المغيربه ومن الجوك ومن آيه شيء ليس سهل منه هذا الميلف هذا ميلف بينه وبين الزوجة دياله هذا السيدة ما تعطفنا معها ومنضنا وقفنا في صفا إلا واشفنا هذه السيدة هذي كيفاش باركة كترعة عباد الله السيدة رمقادش الدوي الدموع ما بقى واش عنده في عينها باش تخرج وتهدر تهدر على حقا حيش ما عندهش لغي يوقف معاها ولكن الحمد لله الله عز وجل يسر لها حب بخلقه فيها يسر لها ناس بحال كريم اللي وقف معاها من الأول تلاخر ومازال ان شاء الله غادي يزيد وقف معاها السلام عليكم رمقان عرش مغارب نيوز مهم حصلي الشرف نكون مع الحاج ومع الجوك والله بحل خوتي مهم انا ايا ومصطافا عندي معاها مقصة جوا عندي بشيت عندهم ومن اللي وقعت المشكيل غا نقول ذلك الشي بختيصة من اللي وقعت المشكيل جات ايا هنا عيطات لي قلت لي يا ممينا عمار أنا مخاصمة مع مصطافا وذلك الشي طيقتها والمهم كلام ايا هو اللي كان علي انطيق اياه اللي يخصني انطيق اياه اللي كانت تهدر معايا بصدق قلت لي يا ممينا عمار عمارا ندفع ذلك الشي اللي محكامة المهم وحد نار تبطع اعتصال بيني وبين اياه ويبال لي يطالع معا موراة الوانوكم صافي عيطت الموراة الوانوكم قل لي يا ممينا عمار المرأة مبيل المرأة والراجل قرأه ميدخل عرش الشيطان وهذي 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 المهم اخذيت هذك الكلام وعيط لي يا ايك شوان عيط لي يا ايك شوان جا عندي للدار دخلته وقلسناه بحل عائلة حيث وما بحل ولادي هو كان بحل ولدي وهي تهي بحل بنتي صافي هي هادي قال لي يا موينة عمارة يا مشت لسميته قال لي يا را موينة عمارة يا را مشت لإمارات صافي تيقته قال لي يا را مشت مع واحد الإماراتي ودار معي الفيديو اللول ودار معي الفيديو الثاني وكنت منى من آية تخرج وتجاوبني ما كتجاوبنيش وقلت طيقت كلام دياله وقلت صافي را صافي ما كيكذبش عليا هي من اللي تقطع تيصال قلت لي يا موينة عمارة أنا غنحيد ليوتيوب تلاقي انتك زوينة وطالعاو قلت لي يا موينة عمارة ليوتيوب غادي نحيده صافي أنا طيقته قلت من لي هي حيدة ليوتيوب وهو جا قال لي بحلقه إذا ندكشرة بالصح صافي بقيت تجتمع خويجو فتقدروا كتبكي وكتقول لي أنا نبقى في الحال على موينة عيمة وهي بالصح كانت عاطياني أوديو وعاطياني شي تصاور وأنا را كنقولها وكنعود نقولها قصما بالله هذك الأوديو نسيته تهي بغيت الأوديو عادة دخلت لتليفون قلت نقلب وقيت هذك الأوديو اللي تلقت هي هذك بالصح كان عدي وما عقلتش عليه وصفتت لي تصاور وهذك الليلة اللي شمعة الجوك منعش وكبر الجوك في عينيه عاتي قلت هذ جوك مخصمش يقولوا ليه كريم ولا يخصم يعطي واحد اللقاب حي تربي أنا مليه بش هو صور مع الجوك بقافية لا خصم يعطي واحد الله خصو التكريم وحق الله على هذا الفيديو اللي دار معاه مع مصطافة ودار مع آية من لي أنا مش معاه بش صور معاه عاية طولية وقال لي أنا غندوز لك واحد السيد أنا فرحت قلت لي وش آية ويقول يلا لو دوز لي يا أخو يشجق ونقول لي راك نعرفه قال لي يشجق قلت لي را نجيه عندك نغد لي سنيته جا هواية قلت لي هل جوك ماجيش قال لي را مرته وولدات زايت كذب عليا حيث مرت الجوك كانت يا الله وولدك حل عنده المهم مليك شامع الجوك مليك شامع الجوك الزيت راسي جيت عدوال وآية ما شعفتش فيه قلت لي يا ممي نعيم أنا مقلقة لك مخرج شيش بالأوديو مخرج شيش بالتصريحات مخرج شيش عرفت راسي أنا غالطة كان عليا ديك الساعة نسول نقدر أن تشاور مع ناس بحلادو غادي عطيوني واحد أنا بقيت غادة كنصور معاه فهمتي بقيت غادة كنصور معاه صافي يا ديك من يشتاعت الجوك جيت دست في الليف ديال الجوك راح طيتي يدي علام صحف الله الكريم وقلت الحقيقة أنا ما قاديته له يا له هو وهو الله يسهل عليه الله يشافيه تولا كان مريض الله يشافيه فهمتي ولكن باش يبقى ويخرج حيث كو كانت بنتي تنمن بغيش يبقى يقول لها في أعراض ديالها ويبقى يقول حيث ما بين المرأة الراجل كي يعلم الله سبحانه وتعالى ولكن هو خرج قال كل شي ما خلته حاجة وهي يرى وخخرجت في المنابير رمى قالت ويله آه أكيد فهمتي والشي حويج اللي سهل عليها والله وهي اللي سهل عليها صخر لها الله تسيد صخر لها الله تسيد صخر لها المغاربة اللي سهل عليها ومسيرة موفقة لها والمهم أنا رقلت هذاك شي لكير رمكذب سوليدي مواله ما يسهل عليه وش عرف لي أنا ندوز مع أخويا الزوك وندوز في الإداءة ديالكم شكرا لكم بزاف وهنا غنقول لكم سلامة تحياتي لكم وكيف ما كتعرفوا أنا ما زالك نقولها عندك الاعتدار من هنا تلاربعة والتكذير ما كاش غادي ندوز مسألة القانونية ده مش يتهديد هذا غي يعني باش تعرف راسك اشنا هو كذير يكذب ما يعتادرش أنا قلت لك إلى خرج وطلب لكم الاعتدار كامل ويكذبا ناعمة لكن فرق ما بيه الاعتدار وتكذب يكذب يقول لك شي اللي قال كله كذب كله كذب اه صعب سافي ويشوف حالاته الله يععمل ويعلم ويكشوه عملي يشوف هذا الفيديو ويخرج ويكذب هذا كل طلاعات دي ولو دك شي يخلي الناس في حاله ويخلي آية فعله شكرا لكم متتابعين مغاريب نيوز الحقيقة رأي عند خوك جوك بالدليل بالصوت بالصورة السلام عليكم اشتركوا في القناة